ادي يا سيدي احسن تقويم دي لفظي شامل ما هواش مخصص عشان ما جيتش واحد دولك ايه احسن تقويم ده في الشكل لا مش في الشكل بس انت جيت منين الكلام ده في النفس والعقل والخلق والصفات والطباع ده قد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين رددناه اسفل سافلين يعني هذا الانسان رجع وارتد بعضه يعني الى وهده اخلاقية صحيقة والى ترخص وتنزل وابتعاد ورده عن الاخلاق اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقوا عنه يعني احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا ان بعض الناس يفهم ثم رددناه يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي الامروا ده او دفعوا لهذا الكلام ده غير صحيح انما ربنا سبحانه وتعالى بقول ثم رددناه اي هو الذي ارتد بذلك عن الخلق القويم وعن الادب العظيم الادب القويم اما الال رددناه لان لا يوجد شيء يسري في الوجود بغير ارادة الله نحن نؤمن ان ارادة الله غالبة على الكل انما ارادة الله سبحانه وتعالى نوعين اثنين ارادة شرعية وارادة كونية قدرية الارادة الكونية القدرية زي والشمس تجري لمستقر الله والقامر قدرناه منازل دي اضاء ارادة كونية انما الارادة الشرعية الاخلاقية او الارادة الشرعية هي الارادة التي تتعلق بافعال المكلف اللي حضرتك مطالب او حتحسب عليه ما علينا خلينا نتكلم في موضوعنا وهو موضوع الاخلاق احنا بنقول ان ربنا خلق الانسان وعنده اخلاق ركز معايا وعاوزك تستجمع الايات اللي في سورة الاعراف مثلا وربنا سبحانه وتعالى بيقول ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنة فكل من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فوسوس لهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان اشتركوا في القناة